القطاع العقاري مفروض انه هو بيشهد حالي الكساد غير عادية شفنا الخناءة بتاعت مبارح بين شركتين عقاريتين في معرض الاهرام للسوق العقاري وكانوا بيتخنوا على زبون جرب النهاردة تعرض شائتك للبيع هتعقوا الجنباء سنتين على الآل ومش هتتباع بالسعر اللي انت كنت طمعاً فيه ممكن تخفضوا 10 الى 20% طيب الكلام ده كله احنا عارفينه شركات العقارات كمان بتقصط لك على 10 سنين ده بتيجي تقول لك تعالى بوس راسك لو حجزت حتى بلاشت مؤدمة هدي لك تلفزيون هدية المهم بيعملوا البدع لامانة قنال لفعون لكن اللي هاردة وزارة الاسكان طرحت عدد من الوحدات السكنية في العاصمة الادارية الجديدة المكان ايه العاصمة الادارية الجديدة هل فيه سرخ ابن يومين لا ترحى المتر بكام يا مؤمن بـ 11,250 جنيه ماشي هي ترحى قرابة 600 وحدة سكنية عايز اقول لك نص الوحدات السكنية دي اتباعه في 6 ساعات 6 ساعات يعني انت لو جبت اي مشروع اسكاني عقاري ممكن يكون افخم من اللي بنيا الوزارة في العاصمة الادارية الجديدة مش هيتباع في 6 ساعات ولا في 6 سنين الله طب ايه اللي حاصل مش احنا بنقول السوق مرطرة وفي كساد وان السوق تشبع وان 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 لكن تفاجأ ان المواطنين خلصوا 40% او 50% من شوء وزارة الاسكان في العاصمة الادارية في 6 ساعات ده معناه على طول بشكل مباشر ان المواطن يسق ثقة عمياء في المنتجات العقارية الحكومية احنا جربنا ده في حاجات قبل كده في دار مصر وجنة مصر وكلام ده وباقي بتتباع بوفر دلوقتي هناك ثقة عمياء عند المواطن المصري في منتجات الحكومة العقارية رغم ان هذا المواطن اتصل بالبرنامج ده واشتك من بطء التسليم في وحدات الاسكان الاجتماعي وفي مشروعات السكنية بتاعة دار مصر لكن لا يقولك انه ضمن الحكومة طب هو في شركات تانية يقولك ما اطمنش بقى هتسلمني امتى بش هتسلمني انما الحكومة ده باشا معاها الارض والمرافق ودي الوزارة وكل الكلام الحلو ده يعني مبروك يا حكومة وارد شركات القطاع الخاص تتعلم منك اللي هما ما يعرفوش يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة